كم أنت كبير يا أهلي مبروك طبعاً لكل أهلوية فوز مهم فوز غالي فوز عريض على واحد من كبار قارة إفريقيا فوز الأهلي على الترجي بنتيجة 3-0 خطنا قدم في مباراة أو مواجهة النهائي مع أيناء أي من يكون يعني سواء كان وداد سواء كان سانداوز مش الحسابات خالص وهرجع لكم في الحتة دي بعد كده لكن أعتقد أن واحد من أفضل عروض للأهلي إفريقياً الموسم الحالي صحيح فوزنا خارج الأرض على القطن الكاميروني في دور المجموعات بنتيجة أكبر 4-0 وكانت يمكن أكبر نتيجة حقاً لأهلي خارج أرضه في مشواره في بطولات أفريقيا وفي طريق أفريقيا كله لكن يظل الحقيقة الفوز على الترجي في عقر ضرب بالمناسبة هي الخسارة الأكبر للترجي على أرضه على ميدانه واعتقد طبعاً أنه رغم الخسارة يبقى الترجي له احترامه وليه تقديره فريق كبير مش ممكن أبداً تأثر عليه خسارة من الحجم ده وحتى لو فقط فرصه في التأهل المباراة النهائية يظل الترجي واحد من كبار القوم في قارة أفريقيا لكن الأهم عندي هي فكرة الحسابات لأن الناس النهاردة ابتدت تحسب حسابات الوصول للنهائي والوصول للنهائي أنا متفق تماماً مع الأهل ومستر مارسيل كولر لم يحسن بعد لم يحسن بعد تعودنا كده في الأهلي أن احنا نفكر في النتيجة بعد انتهاء المباراة بشكل كامل والمباراة لسه فيها شوت تاني في القاهرة صحيح الحسابات فيها معقدة جداً 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 بالنسبة للترجي صحيح الأهلي حظوظه أوفر بمراحل وصحيح أنك تراهن وانت مرتاح على قدرة الأهلي على الوصول للنهائي لكن كل شيء في الكرة وارد والمثل اللي ده مستر كولر وقال أنه برشتونا وليفر بول المنتدى التاريخية خصانة ليفر بول بتلاتة في الكامب نو وعودته في الأنفل بمكسب أربعة وإقصاء برشتونا مازال حاضر لأنه كلام ده ما حصلش من زمان كلام ده حصل من قريفة كل شيء وارد في كرة القدم لكن يبقى عرض مبارح واحد من أفضل عروض النادي لأهلي وخد بالك أنه الأهلي من ساعة ما بدأ مشواره في أفريقي أنا بحب جداً 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 الرد العملي وقلت لكم قبل كده كل الكلام وكل العواصف وكل المطباط اللي حاول أنه هم يستدرجون لها أو يوقعون فيها بعد خسارة ساندونز الأهلي هيرد عليها عملياً وقد كان الأهلي لم يتعصر في مشواره أفريقياً الموسم ده سوى أمام ساندونز تجاوز اتحاد المنستيري زهاباً وإياباً تفوق على الهلال السوداني في مجموع المباراتين تفوق على القطن الكاميروني تفوق وأقصى الرجاء من دون التمانية وهو يفعلها مجدداً أمام الترجي وبإذن الله للحوار بقية يوم الجمعة اللي جاية مباراة لها حسابات يمكن تكون مختلفة وخصوصاً إن شاء الله أنها تكون بغاية العبور للمباراة أو للمواجهة النهائية اللي هتقام عشان فيه ناس دلوقتي لسه مش عارفة مطش أو مواجهة النهائية هتقام من جولتين عودة للنظام القديم إن شاء الله لو ربنا كرمنا يوم الجمعة اللي جاية قدام الترجي هنلعب مباراة الزهاب هنا في الدور النهائية على أرضنا ثم مباراة العودة خارج مصر لكن في النهاية إحنا في انتظار النهاردة في موقع مهمة جداً 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 ما بين الوداد المغربي والوداد البيضاوي في مواجهة سانداونز هتحدد على أساسها مين الأقرب لمواجهة الأهلي إن شاء الله إذا ما تجوزنا عقبة الترجي يوم الجمعة اللي جاية مبارح كلهم أبطال كلهم أبطال وكلهم نجوم الحقيقة ويعني حالة تقلق غير عدية وإن كان في مسحة حزن كده يعني بعد المباراة ما تخلص وتقف مع نفسك فرحان بفوز الأهلي من نتيجة عريضة جداً طبعاً برا أرضه فرحان باختراب وصلنا للمباراة النهائية للمرة الرابعة على التوالي نأكد ونقول الأهلي بيصل نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي ده في حد ذاته وبصرف النظر عن قدرتنا على التتويج من عجق من عدمه لكن يحسب للجيل ده يحسب لعملقة النادي الأهلي يحسب لإسم النادي الأهلي قدرته على الوصول لنهائي دوري الأبطال في أربع نسخ على التوالي إن شاء الله